سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كما في هذه الحلقة لدينا اثنين من حفاظ كتاب الله تعالى متسابقين اثنين أحدهما سيتأهل إلى المرحلة الثانية والآخر سيغادرنا ونتعرف سويا عليهم تعرف عليك الاسم عبدالله محمد عزي عبدالله العمر 19 عاما من محافظة عدن الاسم شاكر محمد مارج الحيدري العمر 17 من محافظة مارب وكما عودناكم كل حلقة نسميها بمسمى ايماني يبعث الطمانينة والنفحات الروحانية الجميلة في هذا الشهر الفضيل هذه الحلقة بعنوان وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نبدأ هذه الحلقة مع الجولة الأولى والكلمة إلى لجنة التحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في هذه الليلة المباركة ومع هذا البرنامج القرآني في رحاب القرآن الكريم معنا في هذه الليلة المتسابق عبد الله محمد عزي عبد الله من عدن فأهلا وسهلا ومرحبا به ومعنا شاكر محمد مارش الحيدري من مأرب فأهلا وسهلا ومرحبا به وليتفضل الدكتور محمد منصر بإلقاء السؤال الأول على المتسابق الأول عبد الله محمد أسمعنا من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوْنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينَ حسبك آراك الله بك ما شاء الله أكزاك الله خير عبد الله محمد أزي أهلا وسهلا بك وأحسنت على هذه التلاوة وإلى الشيخ عباس سالم يقدم السؤال الأول للمتسابق الثاني يقرأ من قوله تعالى لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الكافر فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أحسنت أحسنت وبارك الله فيك بارك الله فيك يا شاكر وأحسنت على هذه التلاوات الطيبة إذن انتهينا من الجولة الأولى وتبقى جولة ثانية لتحديد المتأهل إلى المراحل المتقدمة في برنامجكم في رحاب القرآن قبل الجولة الثانية دعونا نذهب إلى مفهوم قرآني ومع الموعظة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى له بركة عظيمة وأجر كبير ولقد تسابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لما أدركوا أهمية الإنفاق وهناك صورة نقلتها كتب السيرة فيها من العظات والعبر ما يدل على أهمية الإنفاق وعظمته تسابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت إمكانية الجيش ضئيلة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو الصحابة إلى الإنفاق في سبيل الله فتسابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من أعطى ماله كله كما فعل أبو بكر للصديق ومنهم من أعطى نصف ماله كما فعل عمر بن خطاب وعبد الرحمن بن عوف ومنهم من جهز جيس العسرة بأكمله كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق فقام وقال عثمان مئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله يا رسول الله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان اللهم اغفر لعثمان اللهم تقبل من عثمان ثم دعا إلى الإنفاق مرة أخرى فقام عثمان وقال مئة أخرى من الإبل بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله يا رسول الله فدعى النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ثم دعى للإنفاق مرة ثالثة فقام عثمان قال المئة الثالثة بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله يا رسول الله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبري وهو يقول اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبي وما تأقر ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ومنهم من كان يأتي بالصاع ومنهم من كان يأتي بنصف الصاع يريدون أن يقدموا في سبيل الله تبارك وتعالى ومنهم من لا يجد شيئا فلما لم يجد شيء وقد أدرك أهمية الإنفاق وعظمته ذهب يبكي كما أخبر الله عز وجل عن تلك الدموع الغالية التي سقطت حزنا على أنها لم تنفق ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ومن هؤلاء من أراد أن يقدم ولو كلمات فقام في الثلث الأخير من الليل وقال يا رب إنك قد فردت علينا الجهاد وليس معي ما أنفقه في سبيل الله اللهم إني أتصدق هذه الليلة بكل مظلمة ظلمني بها مسلم في مالي أو عرضي فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الفجر قال من المتصدق هذه الليلة فلم يتكلم أحد من المتصدق هذه الليلة فلم يتكلم أحد من المتصدق هذه الليلة فقام هذا الرجل وقال أنا يا رسول الله قلت كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر يا هذا فلقد كتب الله عز وجل كلماتك في الصدقات المتقبلة لقد كتب الله عز وجل كلماتك في الصدقات المتقبلة هكذا تنافس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى ألا فليدرك المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يهدد ويتوعد الأمة بالاستبدال إلا في حالتين اثنتين الحالة الأولى إن تأخروا عن الجهاد بالنفس قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم هذا الاستبدال الأول الاستبدال الثاني عندما يتأخرون عن الجهاد بالمال كما قال سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه وإن تتولوا والله الغني وأنتم الغراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم هذا الاستبدال الثاني فالاستبدالين يكونوا في التأخر عن الجهاد بالمال أو التأخر عن الجهاد بالنفس أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا إنه على ما يشأ قدير وصلى الله وسلم على سنة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله سبحان الله إذن سنبدأ الآن بعد لحظات الجولة الثانية لحسم المتأهل إلى المراحل المتقدمة من برنامج رحاب أو في رحاب القرآن ولدينا الحافظين المتسابقين في هذه الليلة نذهب وإياكم إلى لجنة التحكيم للبدء في الجولة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم مع القولة الثانية في هذه المسابقة لهذه الليلة وليتفضل الدكتور محمد منصر بإلقاء السؤال الثاني على المتسابق الأول أسمعنا من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا نرقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ سداد عليها ملائكة غلاظ سداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات إن تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغنظ عليهم واغنظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أسبوك بارك الله فيك ما شاء الله جزيك الله خير الشيخ عباس مع السؤال الثاني للمتسابق الثاني تفضل يا شاكر اقرأ من قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ومن آياته خلق السماوات والأرض وما انتبه ولو بسط الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لخبير بصير إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أحسنت وبرك الله زاكر الله خير أحسنت يا شاكر وأحسنت يا عبد الله وما شاء الله عليكم في هذه الحلقة قدمتم شيئا طيبا ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع عدنا إليكم الجديد عزائي المشاهدين وانتهينا من الجولة الثانية من المسابقة القرآنية نذهب وإياكم إلى فقرة نماذج قرآنية ثم نعلن نتيجة المتأهل إلى الأدوار المتقدمة بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج القرآن الذي نسعد بلقائه في هذه الليلة صالح أحمد مبارك مكبى صالح من أي محافظة؟ عفظة شبوة أهلا وسهلا كم تحفظ من القرآن؟ خمسة أجزاء خمسة أجزاء كويس عمرك؟ تسعيش 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 سنوات لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا صالح وما أعظم أن يتربى الأبناء من هذا السن على كتاب الله عز وجل حفظا تلاوة تربية آداب أخلاق شكرا يا صالح على هذا الجهد في حفظك وتلاوتك الطيبة إن شاء الله تعالى في الفترات القادمة تكون ضمن المتسابقين في برنامج في رحاب القرآن الكريم تستحق بهذا الجهد وهذا التميز جائزة مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد خمسون ألف ريال وكذلك شهادة مقدمة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم فتفضل لاستلام هديتك وشهادتك فضل عشانت عشانت يا صالح صالح هذه هديتك خليك كذا خليك كذا عشان تتوفر بسك هذه هديتك خمسون ألف ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد هديتك في هذه الحلقة وهذه شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم مبارك عليك يا صالح وحسنت فضل سبحان الله عضنا لكم من جديد عزائي المشاهدين ولجنة التحكيم ومع الشيخ محمد علي المسوري لإعلان النتيجة نتيجة المتاحل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للمتسابقين عبد الله محمد عزي عبد الله وشاكر محمد مارش حصل المتسابق عبد الله محمد عزي عبد الله من عدن في الحفو على خمسين درجة وفي التلاوة على خمسين درجة وعلى ذلك فمجموع درجاته مئة درجة حصل المتسابق شاكر محمد مارش من مأرب في الحفظ على ثمانين وأربعين درجة ونصف وفي التلاوة على تسعين وأربعين درجة فمجموع درجاته سبعين وتسعين درجة ونصف وعلى ذلك يكون المتسابق عبد الله محمد عزي عبد الله من عدن هو المتأهل للفترة القادمة وللدور الثاني في هذه المسابقة نسأل الله أن يبارك في الجميع نعم شكرا لشيخ محمد علي المسوري ونبارك للفائز عبد الله محمد وحضوفر لأخينا شاكر محمد ويتقدم الدكتور عبد الوهاب المسباحي رئيس الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم لتكريم عدم الذي لم يتأهل إلى المرحلة المتقدمة شاكر محمد جائزة نقدية خمسين ألف ريال مقدمة من وزارة الوقاف والإرشاد وشهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وعليكم السلام وبركاته سمتفضل الدكتور سبحان الله سبحان الله بجناح الأشواق أتينا بلقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق إذن بعد إعلان نتيجة الفائز والمتأهل إلى الدور القادم وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الشكر موصول لطاقم العمل ولمشايخنا الفضلاء لجنة التحكيم ولكل المتسابقين في هذه الحلقة والحلقات القادمة نلقاكم مجددا فكونوا معنا بجناح الأشواق أتينا بلقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق أتينا بلقاء الأحباب سعينا بلقاء الأحباب سعينا بجناح الأشواق أتينا بجناح الأشواق أتينا بجناح الأشواق أتينا فهب بأنسى ما الجنة علينا أنسى ما الجنة علينا أنسى ما الجنة علينا أنسى ما الجنة علينا من خصائص الوقف أنه دائم غير قابل للاسترجاع أو التصرف فيه فهو أصل من الأصول العامة لا يمكن بيعه أو إقراضه أو هبته أو توريثه جاء الوقف ليبقى ليفيد الناس جيلا بعد جيل